السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في هذا الفيديو ان شاء الله من خلال الفيديو سنتطرق لفرض المرحلة الرابعة في مادة النشاط العلمي مستوى الأول ولكن قبل بداية هذا الفيديو فضلا وليس أمرا من تصلوا قناة نزل التعليم تشارك في القناة وضغط رجل الجرس ليصلكم دائما كل جديد ولا تنسوا مشاركة المقاطع مع أصدقائكم لتعمل فائدة نبدأ على بركة الله أولا أرتب مراحل نمو الإوزة باستعمال أرقام من واحد إلى أربعة سوف نقوم بترتيب مراحل النمو الإوزة منذ بداية تكوينها في وسط البيضة إلى أن تصبح كبيرة وبالغة إذن أول مرحلة هو وجود الإوزة داخل البيضة سنكتب واحد هنا حين تخرج الإوزة من البيضة اثنان لدي هنا فرخ صغير الإوزة سنكتب ثلاثة وهنا إوزة كبيرة سنكتب أربعة إذن تكونها داخل البيضة أثناء خروجها من البيضة فرخ إوزة صغير وإوزة كبيرة وبالغة السؤال الثاني أعبر عن كل صورة بكتابة الكلمة المناسبة تليدو تبيضو لدي هنا جرادة وهو حيوان يبيض الأرنب الأرنب كما تعرفنا من خلال الدروس الأرنب لابو أيضا تليدو تليدو السلحفات السلحفات حيوان ضيود وسنكتب تبيضو السؤال الموالي أربط كل حيوان بنمط غذائه لدي هنا الحصان السقر الحمامة والفاد إذن الحصان هل هو حيوان عاشب أم لاحم الحصان حيوان يتغذى على العشب إذن فهو حيوان عاشب سنربطه ببطاقة عاشب لدي هنا السقر هو حيوان يتغذى على اللحوم إذن فهو حيوان لاحم الحمامة الحمامة تتغذى على الحبوب إذن فهي حيوان عاشب و الفهد الصياد حيوان لاحم تغذى على اللحم إذن فهو حيوان لاحم ننتقل السؤال رقم 4 أحدد وسط تنقل الحيوان وأكتب نوع تنقله إذن سنقوم بتحديد وسط تنقل الحيوان ونكتب نوع تنقله لدي هذه الأوساط لاحظوا معي عندي هنا الجو عفوا هنا الأرض إذن وهنا عندي البحر وهنا الجو نقول تنقل جوي أو هوائي بالنسبة للطائر فهو يطير نوعه وسط التنقله هو الجو الهواء الجوي إذن يطير بالنسبة للضفضعة الضفضعة حيوان برمائي يقفز ويسبح يقفز ويسبح إذن الحيوان برمائي يعيشوا فيه يعيشوا على الأرض ويعيشوا في الماء يعيشوا على الأرض ويعيشوا في الماء إذن برمائي إذن يقفز نوعه تنقله القفز يقفز ويسبح بالنسبة للأفعى الأفعى حيوان بري يعيشوا على الأرض حيوان بري إذن تزحف الأفعى تزحفه أو الثعبان تزحفه حيوان بري بالنسبة للسمكة السمكة تعيش في الماء في البحر إذن وسط تنقلها السباحة سنكتبه تس باحه تس باحه إذن كما قلنا أوسط تنقل هي بري الأرض بحري أو مائي وجوي بالنسبة للطيور فهي تطير يطير بالنسبة للدفدع الدفدع حيوان بري مائي يعيشوا في البر وفي البحر إذن يقفزوا ويسبحوا بالنسبة للثعبان فالثعبان حيوان بري يزحف السمكة تسبح أكتبوا نوع القوة إذن لاحظوا معي هذا اللاعب يقوم بحمل الأتقال إذن كيف هي هذه القوة ما هو نوع هذا القوة لدي كهربائية ريحية ميكانيكية عضلية إذن يحمل هذه الأتقال بعضلاتي إذن هذه القوة قوة عضلية قوة عضلية لاحظوا معي هنا الأشجار تتحرك بفعل الريح إذن كيف هي هذه القوة ما هي هذه القوة التي تحرك هذه الأشجار هي قوة الريح إذن هذه قوة ريحية كهربائية لدي هنا هذه الأشجار لطحن العصائر كيف تشتغل؟ تشتغل بقوة كهربائية الآلات تشتغل بقوة الكهربائية إذن قوة كهربائية كهربائية لاحظوا معي هذه الرافعة عفوا ترفع الأتقال والحمولات إلى آخره ببسطة هذه الآلة إذن فهذه القوة ما نسميها نسميها قوة ميكانيكية إذن ميكانيكية سؤال السادس والأخير أملأ الفراغ بما يناسب الأعلى القواطع المنقاري قوة الأنياب لذن يمسك الحيوان اللاحم غذاءه بماذا؟ بالأنياب الحيوان اللاحم يتميز بأنيابه إذن بالأنياب أو المنقاري لأن هناك بعض الطيور اللاحمة مثل النسر السقر غيرها من الطيور اللاحمة تمسك غذاءها بواسطة المنقار أو المنقاري يمسك الحيوان العاشب غذاءه بواسطة القواطع بالقواطع 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 تحريك جسم نحو الأعلى ماذا يتطلب؟ تحريك الجسم نحو الأعلى ماذا يتطلب؟ يتطلب قوة يتطلب قوة إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم أضرب لكم موعدا في فيديو قادم مع السلامة تحريك جزيلا